هل نحن هنا أمام تكملة للاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفطالي بنت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين هل نحن أمام اتفاق أمام التعاون في العملية التي تمت فجرة هذا اليوم في ميناء اللاذقية؟ مساء الخير لك أستاذ أحمد والمشاهدين الكرام والضيفك الكريم بالتأكيد هناك اتفاقات عالية المستوى لأن الجميع يعلم أن لا تتم هذه الضربات وبوجود القواعد الروسية في سوريا ووجود القوات الروسية وأيضا منظومات الصواريخ الاس 400 كل هذا يجعل من هذا الاتفاق أمر وارد خصوصا أن الزيارة تم خلال شهر أكتوبر وهذه الضربات نحن نعرف أنه تقريبا بمعدل ثلاث ضربات أو ثلاث غارات جوية على سوريا من قبل إسرائيل خلال هذا العام يعني العدد وصل تقريبا 30 أو 29 ضربة مثل ما أشرت حضرتك وهذا العدد كبير بمواقف صمت روسي سواء في هذه الضربة أو في الضربات التي سبقت هذه الضربة لذلك هناك تواطئ أو تفاهم إذا أردنا أن نسمي روسي إسرائيلي حول هذه الضربات لمنظومة الصواريخ ومنظومة السلاح الإيرانية في سوريا والتي تذهب جميعنا يعلم عن طريق سوريا إلى حزب الله وإلى جماعات إرهابية أخرى لإسرائيل تعتبر هذا خط أحمر وهذا تهديد صارق لوجود هذه الصواريخ وهذه المنظومات وحتى بالفعل نحن لا نعلم الشحنة التي تم تفجيرها صباح هذا اليوم ولكن من المحتمل أن تكون طائرات درون مسيرة وخصوصا أن هذه الطائرات درون هي التي تهدد فيها ميليشيات الحوثي تهدد فيها المملكة العربية السعودية وتهدد أيضا باستخدامها من أطراف جماعة حزب الله وبعض الميليشيات أيضا في العراق لذلك هناك تعاون أو تفاهم روسي بضرب هذه المنظومات لأنها تشكل تهديد ليس فقط لأمن إسرائيل بل لأمن كل المنطقة ونحن نعلم أن المفاوضات النووية خصوصا في الجولة الثامنة هناك قرارات مهمة ستأخذ في هذه الجولة هذه الجولة هي الحاسمة لذلك عندما قال الخبراء أو المفاوضين الأوروبيين أنها خلال أسابيع لم يتطرقوا لأن لو كانت شهرين لكانوا خلال أشهر أو شهرين ولكن خلال أسابيع معنى هذا الكلام أنها أقل من شهرين يعني أكثر من شهر وأقل من شهرين أن هذه المفاوضات لأن بعد هذا التاريخ الجميع يدرك أن هذه المفاوضات ستكون أو هذا الاتفاق سيكون عديم الجدوى وذلك الوصول إيران إلى مراحب تخصيب يورانيوم هي تتجاوز النسب للاستخدام السلمي المعروف والمتعارف عليه عالميا لذلك هذه المفاوضات يجب أن تنتهي خلال أقل من شهرين بحدود شهر يعني أسابيع هم قالوا أسابيع بما معنى خمسة أو ستة أسابيع على الكلام ترجمة نانسي قنقر